قبل ما تدخل حضرتك تعملها كسيكوريتي انجينير او حتى كأجر لازم تفهم الاعدادات بتاعتها بس خلي بالك لو انت بتجرب ورايا لو انت متابعني كده وماشي ستيب با ستيب معايا وبتجرب كده زي الناس اللي بتتواصل معايا بتقول احنا بنجرب على طول بعد الفيديو علشان المعلومة تثبت حضرتك لو البورتل بتاعتك من نوع ستيدنت او من نوع فري ومش هتلقى الاعدادات دية. الاعدادات دية هتظهر لك في بدءا من الاصدار اللي هو sensory 一 او او الاصدار اللي هو üç if you are coming from the office application service E5. وتفي نهاية الجزء ده في نهاية الاجزء ده انا هديك طريقة تجد تعمل取ها لمدة 90 يوم.amin�� merak sabe انفعلها مع بعض وممكن حد يعني وانت ممكن تشتغل كده هتلاقيها مجلسوس بتتعرض عليك ان انت تفعل الاسدار اللي هو يعني تاخد كل خاصة لمدة تسعين يوم اعتقد تسعين يوم تلات شهور كافية جدا علشان حضرتك تتضرب وتشتغل بايدك وتكون فاهم الدنيا رايحة فينه جاي منها. ولكن احنا بنقول انه انت اصلا من المفترض ان انت جاي تاخد كورس علشان مجال شغلك. فبالتالي طلبة انه هو مجال شغلك او انت بتخطط تشتغل سيكوريتي انجنير على منصة اجر. فبالتالي انت اصلا او الكيان ان انت رايح له هيبقى عنده يعني مش هيكتافي بالفريق. خلينا بس نطلع اه نروح على طول على الموضوع بتاعنا اللي هو ايه? اللي هو الضبط ايادات عشان حضرتك وانت داخل تعملها تبقى فاهم وعلى بينا. طيب هنروح سريعا للبورتل بتاعتنا وهنروح للمالتي فاكتو من هنا وبناكد يا شباب اللاس اللي شغالة معي اللي حب ان هي تشتغل باديها هتدخل مش هتلقى الخيارات ديت. مش تلقى الخيارات اللي انا هقولها لك ديت او اللي احنا هنتكلم عليها مع بعض دلوقتي انت هتلقى تقريبا تقريبا خيارين منهم. اوكي. خلينا بس ايه نستعرضهم مع بعض. ونفهمهم وبعد كده ان شاء الله الامور بسيطة وسهلة. هنا فيها واحد مية تلاتة اربعة خمسة ستة سبع خيارات. خلي بالك ان في البيت في البيتو هتلاقيهم تسع او عشر خيارات. وده تأكيدا على ان كل هي نزلة بتاعها الخاصة بيها والموجهة لشركات وكينات. يعني تختلف فيما بينها من احجام ومن متطلبات امان. خلاص? تمام. خلينا ناخد اول خيار هو اسمه ايه? الاكاونت لوك اوت. يعني اليوزرات اللي هي يعني اللي معمول لها لوك او اللي خلاص بتعمل لها حظر مؤقت. طيب اليوزر يتعمله حظر مؤقت امتى? هنا الحضراتك هتزبط الاعداد دي. فهو بيسألك هنا بيقول لك ايه? بيقول لك بعد كام محاولة دخول باستخدام الام اف ايه فشلة. هنا هنا اليوزر هيحاول يدخل. فحضرتك منفعله الام اف ايه. فبالتالي هيجيله اه مكالمة تليفون او اس ام اس زي ما احنا اه اه قلنا الفيديوهات اللي سابقة. طيب حضرته دخل الكود غلط. او مسروق منه هويته? وبحد بيحاول ان هو يخترع كود من عنده فدخله غلط. هنا بيسألك بعد كم مرة من ادخال الكود الخطأ ده? اقفل عليه. اعمله بلوك. طبعا مؤقت. اوكي? تمام. فهنا هتقول له والله بعد مرة بعد اتنين. وهنا هو بيديك ايه? بيديك انه هو بين عدد مرات ديت او عدد المحاولات الخلط من واحد لساوتيين. فهنقول له والله بعد مثلا تلات مرات. خلاص? جميل. هيخدها مني وهيانتقل للستيب التاني. وهيبدأ اسألك كم دقيقة انتظر علشان اعمل ريسيت للكاونتر. يعني كم دقيقة بين كل محاول غلط ومحاول غلط الثانية. انتظر علشان اعمل آآ تصفير للعداد اللي بيعد. بش احنا قلنا له ثلاثة. فهيبدأ يعد عليك واحد. اول مرة اثنين ثلاثة. طب كم دقيقة بقى بين كل مرة ومرة? الكومنتد حضرتك تحطها على العدد من الدقيقة. يعني كنوع من انواع السيكوريتي. فخليني اقول مثلا ديها. فهيبدأ اسألك طيب بعد انتهاء الثلاث آآ مرات من المحاولات الغلط دول. كده اتقفل عليه. صح? خلاص. احنا قلنا له ثلاثة. فاليوزر لو دخل ثلاث مرات غلط. بين كل مرة ومرة دقيقة. هيتعبل له بلوك. خلاص? طيب هنا بيقول لك بقى انتظر علشان افك المؤقت. ناكد ان ده مؤقت. تمام? افك الحذر المؤقت اللي انا عامله. وطبعا هنا برضو من المفضل انت تحط عدد دقيق كتير. ولكن احنا عشان بنجرب فهنحطها مسلا ديئتين او آآ ما شابه. خلاص يا شباب? يبا احنا كده اتعرفنا على ايه على اول اعداد من اعداد اللي هو تمام? هنروح على الخيار التاني اللي هو مرتبط بده بقى. اليوزر كده اتعمل له لك. خلاص? تمام. هنا البلوك والانبلوك يوزر. حضرتك ممكن حد يجي لك يقول لك يتصل بيك يقول لك انا حاولت ادخل ما ليش ودخلت الكود غلط فتقفل علي فلو سمحت اه 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 ادخل على البورتل وعمل لي اه اه انبلوك. خلاص? ده استخدام لده. بس خلي بالك ان دي ليه فايدة تالية. هنعرفها دلوقتي. لو رحنا كده الخيار. اه عفوا. طيب هنسايف بقى الاداد بتاعت ما ديت. خلاص. هنا البلوك والانبلوك يوزر هتلاقي هنا يوزرات معمول لها بلوك. فحضرتك مانوالي هتدخل تعمل له خلاص? في حالة هنا بيقول لك اه اه بلوك يوزر ويل نوت سيسيف المالتفاكتر اوثنتيكيشن ريكوست. الراجل يتعمل له بلوك ده مش هيقدر اصلا انه يستقبل الكود لانه معمول له بلوك. تمام? فحضرتك هتدخل هنا هتلاقي سين وصاد وعين وغين ما عملوهم بلوك. فهتدخل ان انت تعمل لهم بلوك. نخلي بالنا بقى ان هنا بيقول لك ايه? هيفضل معمول له حظر لمدة تسعين يوم. ما تخلطوش يا شباب. بين ديت الحظر المؤقت. وبين ديت. 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 هو اليوزر حد قدر يحصل على بيانات الدخول بتاعته. فاليوزر اليوزر شعر بخطر فبلغ انه هو اه اه بياناته تسرقت. خلاص? طيب. يبلغ ازاي? يروح ما اتصل بقى بالاديمسترات وقول له الحقني انا التليفون بتاعي مسلا تسرق ووهيقدر يعني السرق ده ممكن يقدر يدخل على ويدخل على ولا ايه اللي بيتم? اللي بيتم هنفهمه من التاني اللي هي او تحذيرات الاحتيال او السرقة. ايه بقى ديت? ايه قصة الاحتيال ديت? خلي بالك يا باي دي فولت اوف. فحضرتك لو عملت لها اون هتلاقي اوتوماتيكلي الخيار التاني تعمل لأون. ليه? لان هم اللي اتنين مرتبطين ببعض. ليه برضو? طيب. بيقول لك هنا ان اليوزر نفسه اللاو يوزر تسرميت فراد أللت. خلي او اسمح للمستخدم انه هو يبعد انه انه اه حد تحذير انتحال او تحذير احتيال. طب هيبعدها ازاي? او طيب. هيبعدها ازاي بقى طيب طيب طعا انا بقى كده. عشان تفهم. عشان نفهم مع بعض. حضرتك هتفعل. عشان تبقى. عشان لو انت سيكيرتي انجنينير فده شغلك. جميل جدا. جاي يدخل. فدخل الكود اول مرة خطأ. حلو. تاني مرة. تالت مرة. في الحالة دي هيتعمل له ايه? خلاص جميل. اليوزر بقى في كيس تانية. في حالة تانية. جاء له الام اف اي. على شكل مكالمة تليفون. عملناها احنا الفديو الفات وقلنا انه اليوزر ممكن يقول ان انا. اه مش هابب استقبل تيكست الديني مكالمة تليفون. وانت كسيكيرتي انجنين انت ممكن تعمل بوليسي وانشوفها بعد شوية. تفرض اصلا ان هو يجيله الاما فيها شكل كول. تمام. فجاء له المكالمة. من اين? من ماكروسوفت. حلوة كده? جميل. المكالمة دي عبارة عن ايه? بتقول له والله انه الكود بتاعك مثلا اتنين تلاتة ستة خمسة. وبعد ما تقول له الكود خلي بالك خلي بالك ركز. بعد ما تقول له الكود بتاعك اتنين تلاتة ستة خمسة او اي اي اربع ارقام يعني. بتقول له ايبريس الهاش. تكونفيرم. تمام? اطلوب اليوزر ان هو يبريس الهاش. علشان يكونفيرم الام اف اي. خلاص كده? تمام. فاليوزر اليوزر قاعد في امان الله. ما طلبش اكسس اي ريسورس. ركز بالله عليك. ركز. انا في يوزر دلوقتي قاعد اهو. ماسكد الفون قاعد فتح الفيسبوك عمالي العب. ففجأة فجأة جات له مكالمة من ماكروسوفت وبتقول له الكود بتاعك اتنين تلاتة ستة خمسة اا 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 اكد او تكونفيرم بريس هاش. فهنا اليوزر عرف ان في حد بيحاول يدخل من خلال اليوزر نيمو الباسفورد بتاع خطب. فبعد ما يدوس الهاش هيبقى في كود متفق عليه بينك انت كسيكورتي انجينير او كبورتل ادمستريتور وبين اليوزر انت هتحطه في الستينج دايت. اه. 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 هنا بيقولك الكود بقى. الكود ده. وباي ديفولت الكود ده صفر. باي ديفولت الكود ده بيبقى ايه? بيبقى صفر. خلاص? نقول تاني? طب تاني. تاني. ماشي. معلش. خطوة دي مهمة جدا. عندي يوزر هون. بتفعله الام اف اي. حضرته مسك التليفون وعمل يلعب. جات له كول من مايكروسوفت فيها كود. وبتقول له تكونفيرم بريس الهاش. فاخينا ده. على طول عارف انه مش انا اللي دخلت. انا ما طلبتش ان انا اكسز اي رسورس. ولا طلبت ادخل على البورتر. ولا رحت الابديكيشن. ده ناعد العب. فبالتالي هو هنا بزكاءه. وبفطنته. شعر ان في عملية احتياد. فبعد الهاش دي هو مطالب انه يدخل كود. هو باي ديفولت زيرو حضرتك لازم تشيل الديفولت بتاعه. تمام? علشان برضو كالليف الاعلى من السيكيروتي. فهتحط له هنا كود. وتقول له والله الكود بتاعي. اه مثلا واحد ستة خمس. وتبقى معرف اليوزرات عندك انه يا شباب لما يجي لكم على شكل الكول من مايكروسوفت وانت ما طلبتهاش. على طول الكود علشان تبلغ عن دي عملية احتيال. مية خمسة وستين. تبعتها بقى كده كنشرة في البريد الداخلي. تبعتها كا اه تعميم كده ويوقعوا عليه كلهم. على حسب السياسة المعمول بها في الشركتك. وصلت. تمام. نسيب. انه تفكيش. هيطلب منك انا باختصار شديد جدا ان حضرتك كادمستريتور اكو ان انت تدخل له البريد يجي عليها الاشعارات ويقول له خلي بالك انه فلان خلي بالك يا ادمين خلي بالك يا سيكيوريتي ان في زيوزر عندك بلغ بعملية احتيال فيجيلك على البريد خلاص وانت برضو يقاعد مسك تليفورك عمال تلعب انتو اللي دين بتلعبه والدين يشغل زي الفون وما كيف رفت بتأمن وصلت فكل المطلوب منك في الخطو دي ان انت تدخل بريد الكتروني فقط خلاص تمام هنا بقى الخيار ده طيب خلينا ايه اقول لكم عليه شو هيا كده وانتكلم عني برضو عشان برضو ده محتاج يعني ان يستفى ده بروتوكول بروتوكول مش اوثنتيكيشن تمام مش تحقق هو صراحيات جميل وده بيندرك تحت جميل. هو عبارة عن ايه شباب في نوعين? نوع منه هارد وير ونوع ماشي جميل جدا. ايه هو اصلا? قال لي ده ده عبارة عن لو هو بيولد ارقام عشوائية. بيولد ايه? ارقام عشوائية. خلاص? ولو هارد وير فهو برضو بيديك ارقام عشوائية بتروح تشتريه على فكرة وليه بروفايدر وليه حاجات حلوة. خلاص? الارقام العشوائية ديت هو اللي بيستطيع اليوزر من خلالها يدخل على في حالة انه معه مثلا موبايل مفهوز شبكة ولا فيه واي فاي. فبالتالي بينزل عفوا بينزل ده فكرين في كورس الاخر دريكتري احنا كنا اشتغلنا على ايه? على صح? اللي كانونا بنعمل من خلاله ايه? كنا بنعمل من خلاله على البورتل لو انا في في صح? اشتغلنا احنا على كده. هو نفس الفكرة ولكن ده بيديك ارقام عشوائية اه في ظل عدم موجود يعني اتصال واي وفيه منه اصدار الهاردوير اعتقد اعتقاد جازم ان كتير مننا شايفه هو بيستخدم غالبا في البنوك. بيبقى برا عن حاجة كده اه زي قال حسبة بيعني الراجل بيه المحاسب بتاع الشركة بياخده غالبا المحاسبين بياخدوه علشان لما يدخل على حساب البنكي في في يحاول مثلا مبالك كبيرة. يدينه من خلال الهاردوير ده. فكل سواء هو بيولد ارقام عشوائية. خلاص? فهنا هتلاحظ هنلاحظ ان هنا في هو بيقول لك ايه بقى الملف اللي فيه الارقام العشوائية ديت. عبارة عن ملف اكسل في جميع الارقام العشوائية ديت حضرتك هتابلود ليها. ليه? علشان لما يدخل لك رقم منهم يبقى خلاص. اوكي? يبقى هو موجود عندك اصلا. فبالتالي هو فعلا يوزر عندك. اه انت مسامح سامح له يدخل. ليه? لانه معا رقم موجود على انت رفع وردي في الملف. اوكي? ده ببساطة شديدة جدا يعني انت حضرتك اه هي دي هي دي فكرة. خلاص? جميل. الفون بقى اعدادات الاتصال اللي هيجي لليوزر مش احنا قلنا ماكروسوفت هتتصل بك? اه طب انت عايز الرقم يبقى ايه? في الخيار ده يا شباب هو اه اولا ده جوه امريكا بس دي واللي. اه الفكرة ببساطة شديدة انه المكالمة اللي هتجي لك هتجي لك من ميكروسوفت فهي جاي لك تقريبا بلاس ستة مش عارف خمسة تارتة كده يعني رقم رقم غريب يعني. فهنا بيقول لك اوكي انت ممكن تحطي لي رقم لو انت حابب ان الرقم ده هو اللي يظهر لليوزر في عملية التحقق ديت فبدل ما يجي له مسلا رقم هو مش مسجله عنده بلاس مش عارف كام. يجي له الرقم بتاع الشرك. يجي له الرقم بتاع الاشتراك اللي انت او البروبايدر او الاوبريتر اللي انت مشترك معه. فطبعا دي علشان جوه امريكا بس فاحنا هنتجاوزها. حاجة من حاجات رفاهية يعني تمام? طيب بروبايدر دي ايه? دي متعلقة بضيات اللي هي مزودين الخدمة اللي اللي حضرتك تفضل ان يجي لك من خلالهم ما فيه. خلي ماكروسوفت ربطت اللايسنس بالبروبايدر. يعني ايه? يعني انت دلوقتي شغالين خلاص. اه 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 فخلاص في ماكروسوفت هي اللي هتكلمك. ما ما لكش انت ان اه صلاحية ان انت تقول له لا ما تكلمنيش. خلي مسلا بودافون هي لتكلمني. وتعد تدخل كده. خلاص? اه وكده كده هي اصلا الخدمة دي متوقفة. احنا تناولنا ايه? تناولنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. سبك من اتنين دول. وقلنا ان انت لو هتلاقي تقريبا اتنين زيادة او تلاتة زيادة لا اتذكر. اه كل اللي انا فاكره منهم انه في خيار اسمه اي بي. اوكي? حاجات كده يعني اه هي مش حاجة هي بس الشركات اه المهووسة بالسيكوريتي او القطاعات الجزء الخاص بالامان ده مهم جدا بالنسبة لها. هي اللي بتشتغل عليها. يبقى احنا اختصارا علشان احنا شكتنا طولنا الفيديو ده وبعتذر. خدنا او اعداداتها. وحضرتك قبل ما تدخلت فعلها لازم تبص على الادات ديت وتزبط اعدادات اللي احنا تنولناها في الفيديو ده. ان شاء الله بازن الله الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي بقى. كل اللي فات ده كوم. والفيديو اللي جاي ده كوم تاني تماما. فبنوي هو في نهاية الفيديو. الفيديو اللي جاي. هيتناول حاجة مهمة جدا جدا جدا. وتتطلق منك تركيز شديد. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.